عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومة في دبي وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد عقد عددا من اللقاءات على هامش القمة العالمية صديق العزيز عمد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها هي وطن ثاني لنا كما أن الإمارات وطن ثاني للمصري أحيي أخويا الشيخ محمد أخويا الشيخ محمد بن راشد واشكرهم شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأتي مشاركة السيد الرئيس في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائلة المستديرة للشركات المليارية وذلك على هامش المشاركة في فعليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور مسؤول عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر تجربة الصندوق السيادي المصري وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة كيراسترينة جيورجيبة المدير العام لصندوق النقل الدولي اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقل الدولي لسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القفاعات ذات الأولوية لعملية التنمية في مصر كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن